بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله وبعد أبناء طلاب الصف الثاني المتوسط في مادة الحديث نستكمل اليوم مواضيع الوحدة الثالثة والتي موضوعها العام البعد عن مواضع الريب ودرسنا سابقا موضوع الخلوة بالمرأة الأجنبية اليوم إن شاء الله تعالى ندرس موضوعا بعنوان دفع الريبة والريبة هي الشك أو أن يتعرض الإنسان إلى موقف يظن به الظن السيء كيف يدفع الإنسان عن نفسه الريبة ندرس الدرس الحادي عشر بموضوع دفع الريبة وهو في الصفحة التاسعة والخمسين أرجو فتح الكتاب معي والمتابعة وفيه حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبته فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا هذا الحديث أيها الإخوة روته لنا أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها وهي صفية بنت حيي بن أخطب النظيرية من بني النظير والدها كان زعيمة بني النظير من اليهود وعندما انتصر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها سنة سبع من الهجرة وكانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين رضي الله تعالى عنها ماتت سنة خمسين للهجرة في المدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد والاعتكاف والانقطاع في المسجد للعبادة جاءت زوجته صفية رضي الله عنها إليه ليلا فجلست عنده في المسجد تحدثه ويحدثها ثم قامت تريد أن ترجع فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم ليوصلها وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد أي في الدار التي آلت إلى أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرعا فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما على رسلكما ثم ذكر لهما قال إنها صفية بنت حيي أي زوجتي فقال سبحان الله يا رسول الله يعني تعجب منهما أي أنا شك فيك أنا ظن فيك الظن السيء فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا أي خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الشيطان في نفس هذين الرجلين شيئا من الظن السيء فوضح لهما أمرا ودفع عن نفسه الريبة وقال لهما إنها صفية بنت حيي أي هذه زوجتي هذا معنى دفع الريبة إذا تعرض الإنسان لموقف معين قد يظن فيه الظن السيء أن يدفع عن نفسه الريبة وأن يوضح موقفه للناس حتى لا يظن به الظن السيء قلنا الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية التعبد لله تعالى من معاني هذا الحديث الشيطان الرجيم عدوك ويسعى للكيد لك وإيقاعك في الذنوب والمعاصي ومن ذلك التهمة وظن السوء بإخوانك المسلمين فكن على حذر سوء الظن والاتهام بغير دليل يسبب مفاسدة عديدة منها انتشار العداوة والبغضاء بين الناس ومنها كذلك احتقار الآخرين والتعجب بنفسه ويرى نفسه دائما على حق لا يظن بأحد خيرا وكرهه للناس من الوسائل والطرق لإبعاد سوء الظن وإغلاق بابه على الشيطان الابتعاد عن مواطن الريب وإذا تعرض الإنسان لموضع ريبة فيجب عليه أن يبين للناس حتى لا يظن به الظن السيد إذن في هذا الحديث كل هذه الأرشادات أرجو قراءة الدرس جيدا ثم يجب علي أن أتمثل هذا في سلوكي ومعاملتي مع الآخرين فأبتعد عن مواطن الريب وأبين للناس حقيقة الأمر إذا تعرضت لموقف ريبة أيضا أحسن الظن بالمسلمين ولا أجعل للشيطان مجالا لقدث الظن السيء أحسن الظن بالمسلمين لأن بعض هذه الظنون يكون إثما بعد قراءة للدرس أقرأ التقويم وأجاوب على الأسئلة على الكتاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين